إيه اللي حصل؟ يعني إحنا عرفنا أنه حصل نوع من أنواع التحول الرقمي فيما تعلق بمخالفات المروف فيما تعلق بالفيش والتجميل هل دخل هذا الأمر أيضا على سجلات التقاضي؟ هل دخل هذا الأمر على سجلات القضايا السابقة؟ إحنا عندنا يعني المحاكم المصرية تضرب بجذرها في عمق التاريخ من قبل 23 يوليو عندنا سجلات في ضرق قضاء العالي موجودة على الأرفف هل تم دخول هذه القضايا بتفاصيلها على السيستم القضايا؟ أما تنتظر دورها؟ يعني الخطوات التي تمت في هذا الأمر أولا مجال إدخال التكنولوجي للتقاضي المصري لن يتم في يوم وليلة لأن أنت حضرتك زي ما بتقول لنا تراث ولنا تاريخ هذا التاريخ في توصيقه يحتاج لوقت يعني يأتي منضبط إيه اللي حصل وإيه اللي ما حصلش؟ يعني بدأ يا فندم يعني عندنا فيما يتعلق بمخالفات المرأة بدأ حضرتك فيش والتشبير أولا بدأ يعمل النيابات المتخصصة أي؟ يعني نيابة المرور ومثيلاتها صحيح آه دي كل المصريين لمسانها هذه النيابات المتخصصة بتقوم على إدارة ملفها عبر الرقمانة يعني إيه حضرتك؟ حضرتك بتبقى متفضل قائد العربية بتاعتك وتعدي من على المحور أو الدائرة قبل ما تنزل يقول لك من فضلك صورتك أهي؟ ومخالفتك أهي؟ فبتقنع بالمخالفة دي رقمانة للتقاضي وده توصيق للتقاضي صراحة ده أحسن بكثير حضرتك بتعترضي تقولي إيه؟ ده الأهم بقى في مجال الرقمانة إخفاء بيانات اللي أنا شايفه من وجهة نظري إخفاء بيانات المجن عليهم والمبلغين في جرائم العنف ضد المرأة كانت ظاهرة التعرض للأنسة بسفة صورها بقى تحرش هات كعرض اختصاء أي صورة؟ ما بتراش تبلغ ليه؟ نحن مجتمع نخاف من القيلة والقال طيب أنا عايزة أمنع القيلة والقال فالمشرع المصري رح نعدل وحمل أنسة في حالة بلغها ده أنا حضرتك لما باجي بشوف تطوير منظومة التشريع لأن التطوير يا فندم لم يأتي قرين أن أنا التقاضي الإلكتروني فقط أنا عامل منظومة أو الدولة المصرية في ولاية الرئيس السيسي عملت منظومة قوانين تكاد تكون متكاملة وبتعتنق مبدأ حركية وهندسية النص يعني إيه حضرتك؟ يعني أنا عايز السياسة بتاعتي هحمل الأنسة من العنف من 2014 يعني لو حضرتك بنظر ساقيبة تبعت من 2014 ل2022 وشوف المرحلة اللي قبل كده من سنة 1937 ل2014 يعني شوف قارن الفترة دي بالفترة دي أنا من 2014 المشرع المصري أنتج تجريم التحرش اللي ما كناش نعرفه كنا بنبص للتعرض للأنسة في الطريق العام ونقول غرامة 300 جنيه للتعرض النهاردة اللي بيتحرش لأنسة قد تصل العقوبة إذا تضاعفت العقوبة إلى خمس سنوات قد تصل العقوبة التحرش الإلكتروني كمان ده عدى المشرع النصري حضرتك إحنا جينا نصوص التحرش القانون 1141 سنة 2021 إحنا بنعدل النهاردة بعد سنتين عشان ندخل التحرش في نطاق العمل لأن المشرع الفرنسي ميز بين التحرش العادي والتحرش في نطاق العمل وحط ده نصوص وده نصوص إحنا عملنا التحرش وعملنا التحرش الإلكتروني واتخذنا من تتابع الرسائل للأنسة ظرف مشدد في هذا المجال المشرع المصري في مجال توفير هذه الحماية جرم بصريح اللفظ جرائم الواقعة على الصحة النفسية للأنسة وخاصة جريمة ختان الإنس وده عاقب بالسجن المشدد من يوقع هذه الجريمة والدكتور اللي يوقع هذه الجريمة يعاقبه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين أنا بعمل ده ليه بواجه ظاهرة عنف واقعة ضد الأنسة رغم إن حضرتك قبل 2014 لم يقرب المشرع المصري لهذه الطائفة من الجرائم وكانت تعاني يعني بعض الحالات النفسية التي كانت تعرض للأنسة وتنتج أنسة مهزوزة نفسية هذه الظاهرة اللي المشرع المصري تصدى لها بحكمة بلغة مش بيجي في المجال ده يا فندم الموروث الشعبي السيد الرئيسي يمكن تكلم في هذا الموضوع شخصيا اللي هو ميراس الأنسة صحيح نجم من الدين صحيح صحيح يعني أشياء كثيرة جداً ربما تمت ومن أبرز أيضاً قصة الشهر العقاري كان عندنا طوابير ممتدة المصريين عشان تسجل عربية ولا تنقل ملكية عمارة ولا 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 بتعاني أيوم معاناة النهاردة الدنيا عملت إزاي فيما تعلق بالتحول للرقب؟ الشهر العقاري تحديداً ابتداء من بعد قانون البناء الموحد وسعي الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات بدأت تقنن الثروة العقارية المصرية هذه التقنية للثروة العقارية كان بيواجهه عقبتين فهندين طول الإجراءات وعايزين نقول يعني كان فيه مبالغة شوية في الرسوم الرسوم التسجيل كانت بتخلي الناس داعكم دولة المصرية سهلت الإجراءات فيما يتعلق بالتسجيل لأن احنا حضرتك كنا بنقول أنا اشتريت من حضرتك شبك باخد توكيل في توكيل في توكيل وحضرتك شريعة من بسانتها عشان تسجيل أنا أشأة لازم أن أشأة أسجل لحضرتك وأسجل من الهانم والهانم شرم كنت بدخل في موال وفي رقم المشرع المصري عدل الكلام ده ده ليه يمكن من فترة بسيطة عدل والسيد وزير العدل أصدر تعليماته إن من بدء تقديم الطلب عشان أستلم العقل لا تتجاوز المدة 21 يوم